الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك و أنعم على نبينا محمد صلى الله عليه و على آله و أصحابه أفضل صلاة و أتم تسليم أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب و الطالبات في مادة التوحيد واحد أهلاً و سهلاً بكم اليوم معنا كما ترون على الشاشة موضوع جديد و هو شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم أولاً أن يتعرف الطالب على شروط لا إله إلا الله ثانياً أن يتعرف الطالب على معنى لا إله إلا الله ثالثاً أن يستدل الطالب على شروط لا إله إلا الله من الكتاب و السنة تأملوا معي هذا المدخل حديث معاذ بن جبل لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذ الصحابي الجليل أعلم الأمة بالحلال والحرام أراده أن أبعثه إلى اليمن لكي يعلمهم قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه بماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو معاذ أهل الكتاب في اليمن تأملوا معي قال عليه الصلاة والسلام فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية انظروا إلى هذه الرواية الثانية فأول أمر شهادة أن لا إله إلا الله وهناك رواية أخرى أيضا قوله فكف ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل عبادة الله عز وجل من خلال هذا الحديث أستنتج معنى توحيد الألوهية من الحديث توحيد الألوهية ما هو معناه؟ من خلال هذا الحديث بلا شك أن من خلال قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله و أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم ادعى أنه موحد لله فيقول أنا أؤمن بتوحيد الألوهية نأتي ونسأله فنقول له ما معنى لا إله إلا الله فمعنى لا إله إلا الله هو الذي سيعينه بإذن الله وهو ما سنتطرق إليه في درسنا وعناصر الدرس ترتب لنا هذا الدرس بإذن الله أما العنصر الأول فسنعرف معنى لا إله إلا الله وأما العنصر الثاني فسنعرف أركان لا إله إلا الله التي إذا توفرت استقرت لا إله إلا الله وكانت الكلمة صحيحة وإذا ذهب ركم من هذه الأركان فليست كلمة لا إله إلا الله لأنها سقط ركم من أركانها وأما الثالث هو شروط لا إله إلا الله وهذا درس مهم إخواني وأخواتي في حياتنا العملية في دنيانا و في أخرانا فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله جل وعلا إلا إذا اعتقد هذه الأمور التي سنأخذنا في درسنا هذا اليوم بإذن الله سبحانه معنى لا إله إلا الله ما رأيكم؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ تأملوا هذه الكلمة لا إله إلا الله بلا شك أن معناها انظروا إلى العبارة جيدا لا معبود بحق إلا الله جل وعلا انتبهوا للعبارة لا معبود بحق إلا الله ومن الخطأ الذي يقوله بعض الناس لا معبود إلا الله وهذا خطأ فهذه العبارة هي إثبات لمعبودات غير الله جل وعلا فبعضهم يجعل معبوده هو الله فلو قلت لا معبود إلا الله فكأنك تقر بفعله وبعبادته بغير الله جل وعلا أما العبارة الصحيحة أن نقول لا معبود بحق إلا الله جل وعلا سبحانه وتعالى وهذه الكلمة لا إله إلا الله لها ركنان الركن الأول هو النفي والركن الثاني هو الإثبات ما رأيكم من خلال الكلمة الكلمة تقول لا إله إلا الله طيب ما هو الإثبات فيها وما هو النفي بلا شك أن النفي فيها قوله لا إله طيب ما معنى لا إله أننا ننفي العبادة عما سوى الله فتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتبعده من قلبك فتخلي من قلبك وهذا ما يسمى عند علماء الاعتقاد التخلية قبل التحلية فتخلي من قلبك هذا الأمر وتحليه بالإثبات بقوله إلا الله تثبت العبادة لله وحده جل وعلا فهذا معنى لا إله إلا الله وركن لا إله إلا الله الإثبات والنفي يقول الله جل وعلا في هذا الأمر في بيان الإثبات والنفي من قوله جل وعلا تأملوا الآية فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا هذه الآية بيّنت أركان لا إله إلا الله الإثبات والنفي من أين أتينا بالنفي ما رأيكم نعم من الجزء الأول فمن يكفر بالطاغوت هذا من قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت هو لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله وتكفر بها طيب ويؤمن بالله هو الإثبات يعني معنى إلا الله معنى إلا الله فإذا اعتقد هذا الاعتقاد العظيم فقد استمسك بالعروة الوثقة طيب ما هي العروة الوثقة؟ هي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى انظروا إلى هذا النشاط أيضاً نحدد ركلة التوحيد في هذه الآية الكريمة أيضاً قال تعالى في ذكر إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ ألوّل لكم المعاني ونذكر أين الإثبات فيها وأين النفي إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ وَالْآخَرِ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ فما رأيكم؟ أين الإثبات وأين النفي؟ نعم بلا شك أن إنني براءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ هي النفي وأما إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَهِي الإثبات فهي الإثبات لا إله إلا الله عرفنا ما معناها وعرفنا أركان لا إله إلا الله فعرفنا أن معناها لا معبودة بحق إلا الله وعرفنا أركانها أن لها ركنان الإثبات والنفي فإن النفي لا إله والإثبات إلا الله جل وعلا طيب قال واحد أريد أن أعرف هل لو قلت لا إله إلا الله مباشرة أدخل الجنة مباشرة أنا طبقت ما أردت من لا إله إلا الله نقول له لا لابد لها شروط فلا إله إلا الله مفتاح الجنة وهذا المفتاح لابد له أسنان فأسنان هذا المفتاح هي شروط لا إله إلا الله فلا تتحقق هذه الكلمة إلا إذا تحققت هذه الشروط وشروط لا إله إلا الله عددها سبعة لا ينتفع قائلها إلا بتحقيقها واجتماعها وهذه الشروط ثابتة من خلال تتبع العلماء واستقرائهم لنصوص الكتاب والسنة تأملوا معي شروط لا إله إلا الله الشرط الأول وانظروا إلى هذه الشروط المهمة الشرط الأول العلم بمعنى الشهادة وما تنفيه وما تثبته تعلم بمعنى لا إله إلا الله بمعنى هذه الشهادة ما معنى العلم؟ أن تعتقد بهذا المعنى لا إله إلا الله لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله فتكفر بكل الطواغيت من دون الله إلا الله تثبت العبادة لله وحده جل وعلا كما جاء في قوله صلى الله وسلم انظروا إلى هذا الحديث العظيم وهذا من فضاء لا إله إلا الله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله تأملوا وهو يعلم لا إله إلا الله ما النتيجة دخل الجنة دخل الجنة بسبب أنه علم مقتضى هذه الكلمة من خلال ما تنفيه وما تثبته ما تنفيه وما تثبته ما معنى العلم بمعناها والمراد منها وما الذي تنفيه وتثبته ذكرناه لكم قبل قليل اجتهد أخي الطالب وأختي الطالبة أن تكتب هذا الجواب في النشاط عندكم في الكتاب الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله عرفنا العلم بمعناها الثاني اليقين طيب ما معنى اليقين تأملوا الحديث وفضل هذا الحديث على لا إله إلا الله أيضاً قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما ضعوا خط عند كلمة شاك فيهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة قبل قليل عرفنا العلم بمعناها الآن أن تعرف لا إله إلا الله بعد علمك بها بأن تتيقن ولا تشك في هذه الكلمة ولا تشك في هذه الكلمة طيب كيف أحقق اليقين بها كيف يزداد اليقين يزداد اليقين إخواني وأخواتي بأن أقولها مستيقناً بمدلولها جازماً بها مستيقن بمعناها أيضاً وجازم بهذا المعنى ما يكون عندي شك في هذا المعنى ما يكون عندي شك إنما هو يقين فإذا تيقنت النتيجة كما قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة جعلنا الله إياكم من أهلها فلا شك فيه ولا ارتياب أحدد وجه الاستدلال من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة من خلال هذا الحديث قوله غير شاك كما بينا لكم قبل قليل الشرط الثالث إخواني وأخواتي بعدين عرفنا نعيد نكرر الأولى العلم بمعناها والثانية اليقين يا سلام عدم الشك بها والثالثة القبول القبول لهذه الكلمة وليما اقترضته ظاهرا في أعمالك وباطنا في قلبك يقول العلماء أن القبول ضده الرد ما معنى الرد؟ أن ترد هذه الكلمة ولا تقبل لا إله إلا الله بمعناها ومقتضاها و هذا هو الرد فإن الله تعالى قد أخبر بأن من رد هذه الكلمة كبرا و حسد فهو من أهل الجحيم فهو من أهل الجحيم قال سبحانه وتعالى تأملوا معي الآية الشاشة أحشر الذين ظلموا و أزواجهم و ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم هذه الآية جاءت آيات أيضا من خلال هذا السياق في نفس الكلام تأملوا ماذا قال الله جل وعلا ثم ذكر سبحانه سبب هذا الوعيد أن يهدون إلى الجحيم ما هو سبب هذا الوعيد؟ ذكر وصف حالهم ما هو وصف حالهم؟ قال الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فالاستكبار هو الرد و لم يقبل هذه الكلمة فرده استكبارا و تكبرا من هذه الكلمة النتيجة أنه ذهب إلى الجحيم نسأل الله العافية يستكبرون و يقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أما الشرط الرابع نحاول نكرر إخواني و أخواتي لكي تحفظ العن بمعناها و اليقين نعم و القبول نعم و الرابعة هو الإنقياد هو الإنقياد لما دلت عليه كما جاء في قوله تعالى و من يسلم وجهه إلى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى و إلى الله عاقبة الأمور تأملوا و من يسلم وجهه و هذا هو من الإنقياد لهذه الكلمة و من يسلم وجهه خالصا لله سبحانه و من يسلم وجهه إلى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ما هي العروة الوثقى؟ نعم هي لا إلهة إلا الله هي لا إلهة إلا الله و معنى الآية أن من أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل و انقاد لأمره و اتبع شرعه فقد حقق الاستمساك بالعروة الوثقى و هي لا إلهة إلا الله كيف يحقق المسلم إخواني و أخواتي الإنقياد لله بأداء الصلاة؟ و هذا موضوع مهم نحن نعتقد اعتقاد بلا إلهة إلا الله نريد هذا الاعتقاد يكون يسري في أعمالنا فكيف نحقق الإنقياد لله من خلال كلمة لا إلهة إلا الله في أداء الصلاة؟ كلام عظيم جدا تأملوا هذا الكلام و انظروا في هذا الكلام للإمام بن قيم رحمه الله يجيب لنا عن هذا النشاط العظيم قال رحمه الله في الوابر الصيب رعاية أوقاتها و حدودها و التفتيش على أركانها و واجباتها و كمالها و الحرص على تحيّنها في أوقاتها و المسارع إليها عند وجوبها و الحزن و الكآبة و الأسف عند فوات حق من حقوقها تنظر في الوقت كيف رعاية لهذا الوقت؟ هل أؤخر الصلوات في وقتها عن وقتها؟ فإذا كنت مؤخر هذا دائما في حياتي فهذه علامة على ضعف هذا الإنقياد في كلمة لا إله إلا الله من جانبي الصلاة و قس هذا الأمر في كل العبادات العملية سواء كان ظاهرا أو باطنا سواء كان ظاهرا أو باطنا فهذا كلام عظيم من ابن القيم يجيب لنا عن هذا السؤال كيف يحقق المسلم الإنقياد لله تعالى بأداء الصلاة الشرط الخامس من الشروط قلنا قبل قليل العلم بمعناها يا سلام الثاني اليقين الثالث القبول الرابع الإنقياد طيب الخامس هو الصدق هو الصدق فتعتقد أن هذه الكلمة وتصدق هذه الكلمة صدقا وهو أن يقولها صادقا من قلبه فيطاب قلبه لسانه فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وهذا فضل عظيم من الفضائل لهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله أيضا السادس الإخلاص السادس الإخلاص لله جل وعلا وهو إفراد الله تعالى بتصفية العمل من جميع شوائب الشرك كالرياء والسمعة فتخلص العبادة لله جل وعلا إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن فتخلص العبادة لله جل وعلا وهذا من تحقيق لا إله إلا الله سبحانه وتعالى فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا هو الإخلاص وهذا هو الإخلاص وأما السابع هي المحبة لهذه الكلمة وما تدل عليه ولأهلها العاملين بها وتأملوا المحبة تكون على ثلاثة أمور لهذه الكلمة بذاتها وما تدل عليه من أعمال تحب الأعمال وأيضا أهلها العاملون بهذه الكلمة فأنت تحبهم لله وفي الله يقول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش؟ يحبونهم كحب الله والذين آمنوا إيش؟ أشد حبا لله أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا لله ولا يساوي حبه أي أحد وكل محبة في الطاعة فهي تابعة لحب الله فحبنا لنبي الله صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله سبحانه وتعالى حبنا لوالدين تابع لحب الله سبحانه وتعالى فكل محبة تابعة لمحبة الله جل وعلا وأما أهل الشرك نسأل الله العافية فهم يحبون أصنامهم مثل حب الله وهذا شرك ينافي لا إله إلا الله وأخيرا نقول إخواني وأخواتي كلاما مهما جدا تأملوا هذا الكلام حاولت أن تقرأ هذا الكلام أخي وأختي الطالبة انظروا على الشاشة ليس المراد من هذه الشروط مجرد حفظها ولكن المقصود أن تتحقق في حياته وعبادته لله تعالى فكم من إنسان اجتمعت فيه والتزمها بفطرته ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك وكم من حافظ ألفاظها وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله جل وعلا والأكمل في مثل هذا أن نجمع بين الأمرين فأن نحفظ ونتعلم هذا الأمر وأن تكون حاضرة في أذهاننا والأمر الثاني أن نعمل بها ونحقق مقتضاها الشرعي ونحقق مقتضاها الشرعي شروط لا إله إلا الله نلخص لكم ما أخذنا ذكرنا لكم الأول العلم بمعناها الثاني اليقين والثالث القبول والرابع الإنقياد والخامس الصدق والسادس الإخلاص والسابع المحبة ومن أراد أن يحفظها فهناك بيت جمعت هذه السبعة شروط يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله العلم والقبول فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه فقال رحمه الله العلم واليقين والقبول تأملوها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه فإذا حفظ الإنسان هذا البيت فسيكون معينا له على ضبط هذه الشروط السبعة التي هي شروط لا إله إلا الله اختر من القائمة ما ينافي الشرط التالي هذا تحقق من فهمك من خلال درسنا هذا اليوم تأملوا هذه الأمور التي على الشاشة البغض، الجهل، الترك، الرد، الكذب، الشك، الشرك ما علاقتها بدرسنا؟ هذه الكلمات هي منافية للشروط فنذكر شرط مثل هذا الشرط مثلا الصدق فما رأيكم ما الذي ينافي هذا الصدق من هذه الشروط؟ نعم، بلا شك، الكذب، الكذب، أحسنتم الثاني، الإخلاص، ما الذي ينافي الإخلاص؟ نعم، هو الشرك، هو الشرك الثالث، المحبة، ما الذي ينافيه؟ يا سلام، البغض، والرابع، اليقين، ما الذي ينافيه؟ هو الشك، نعم، والخامس، القبول، ما الذي ينافيه؟ هذا الشرط نعم، الرد، والسادس، ما الذي ينافيه؟ هو الانقياد ينافي للانقياد إيش؟ الترك ينافي للانقياد الترك والسابع والأخير العلم، ما الذي ينافيه؟ بلا شك، هو نعم، هو الجهل، هو الجهل نكون بهذا بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد نراكم بإذن الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته